هذا وتستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم هلال شهر المحرم للعام 1444 هجريا للإعلان عن موعد بداية العام الجديد وتقيم وزارة الأوقاف احتفالها السنوي بالعام الهجري الجديد عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد